طيب الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً نحن بعد شكر الله تعالى نشكر جميع الطلاب الإخوة الأفاضل والأخوات برضو فاضلات واقفات من قبل زي ما الشباب واقفين ولعل الناس ما ويكفى جماعة الواقفة دي إلا لأنه دار يستفيدوا والجماعة الخشة دي بيجاي وبيجاي الاخري في النهاية شنو؟ يعني كأمثلة قبل أنا دار أعلق عليه نقطتين أو تلاتة النقطة الأولى بتاعت الشابة الطاقية وكان لابس نظارة قلعة وخشة هنا وبعد ذاك مرق قصة التعددية دي يا جماعة ولك دا يهودي وداك مسيحي صاح نصراني ودكذا وديل على الإسلام ما تجو تحكمون بالإسلام وهدينهم ما شنو؟ ما الإسلام؟ المسألة دي أشكلت عليه قدر ما أخونا شهاب الله يحفظه وإن كان ردودهم يعني جزاء الله خير لكن شنو أشكلت عليه كيف أنا ما مسلم وتجي تطبق فيني أحكام شنو؟ الإسلام دا الموضوع شنو؟ سوى له ربك أخونا شهاب استعمل معاه أسلوب شيخ الإسلامي تيمية رحمه الله تعالى الرد على المخالف أولا من كلامه قال لي أخ زي ما انت بتطالب بالدموقراطية ما نحن نختلف معاك في الدموقراطية وبين ليك الأوجوه بتاعت الاختلاف وكذا بعض الأوجوه قال لي نفس الشينا نحن بالدموقراطية بنقول لك البلد دي الغهودي والنصراني والمسلم انت قلت ما تحاكمون بالإسلام بس الشيل بنحاكمون به كلهم شنو؟ هنحاكمون بشنو؟ الرابط العدالة صح ولا ما صح؟ فهمت ما يا جمال الكلام دا ولا أعيد تاني؟ نحن ما دارين الإسلام كذب كلامه زحينا الإسلام في يهوديين وفي نصرانيين إلى آخره يهود ونصارى وكذا وغير مسلمين نحن ما دارين نطبق علينا الإسلام الودة الإسلام حارقه زحينا الإسلام دارين نطبق عليهم شعارك دا ذاته مش قلت حرية عدالة دارين نطبق العدالة ما دا شال قروج دا؟ هذا طفر بيته شال قروش وقبضوه نخلي ساي دي عدالة شال قروش ونخلي أجماعة ولا نشيل ليه نرجع لحقه الزول دا نرجع لحقه دا ضرب دا ساي ماشي في الطريق اللي قبقروا قلعوا وضربوا نخلي ساي دي العدالة ولا نطبق فيه والعدل العدل نرجع أي حق ليه صاحب الحق ذاته يعني أي زول مظلوم نرجع له حقه الإسلام بيدعو للعدالة انت ما قلت ليه نطبق علي غير المسلمين الإسلام طيب خلينا الإسلام زحينا دا إن نطبق عليهم العدالة لو طبقت العدالة بتلقى نفسك طبقت الإسلام ما هو الإسلام دا بيدعو للعدالة وإلا أنت السارق دا دارت عمل شنو شالق روشانة تخليه مش ساي كذي العدالة ولا دارت عاقبو أيوة دارت عاقبو دارت عمل شنو دار اسجنو وأنا دار اقطع ليدو ما يتجيب لي حاجة بدليل أنت ما دارت اسجنو الدليل على السجن دا شنو ما بدليل عليه أنا دار اقطع يدو الدليل شنو الخلقه قال اقطع ليدو انت رأيك شنو هس أنا صنعت الكاميرا دي الدية تشلوت في ذول بيقول لي أنت ظالم لكن لو صنعت دا وأنا جيت الدية تشلوت كذي شيل تحقو صح ولا ما صح انت خلقك مون خلقك الله الله قال اقطع ليدك رأيك شنو انت جيب لك مخلوق ما خلقه الله قول لي يا الله ما تقطع يدو صح ولا ما صح ما خلقه الله تحقاره ولا شنو خلقه الله زي البنات ديل قال يلبسن حجاب طبعا دي بسرخوا فيها وتلقام ظل العربية بدخل فيها حاجات جوا العربية ظلله والبيت ما داري ظلله أحزن العربية ولا البيت رأيك شنو نحن البيت أشرف لنا من العربية صح ولا ما صح والجماعة يا أخي شغالين والدبركو بدعشوش خلطين بيغادي لما انقلباس منت بيرامل يا أخي شغال دي تماسكت بيغادي كان صبت مطرة كمان بتزبت مرة بتلمو في زقاك سواء فالموضوع طويل أنا داير ما داري شتت الكلام يا جماعة داير أقول الإسلام داول تحكم بيو ليه تحكم بيو ما رجالة بالراحة كذي زحى الإسلام النصارى واليهود والمسلمين والعلمانيين مش تعددات تعدد في البلد دي أنا طبعا فيها الفاظي أعطيها بخشت فيها جديد بس يتطاوعني فيها الجامعة دي يا جماعة تبروها عشرين مسلمين وعشرين يهود تبروها ساي وعشرين نصارى وعشرين علمانيين وعشرين دراوش صوفية وعشرين أنصار سنة طبعا جايك لأبو باسطة دا دا زعلان من الباسطة دا كان مسكب بكلكم قرض خير لك الباسطة خير لك دا أصبر لي شوية شفتا كيف الناس دي مدعددين يا جماعة قالوا لا المدير ما يحكمنا بالإسلام أي وما يحكم بكم الإسلام أي يحكمكم بالعدل ولا ما يحكمكم بالعدل يحكمكم بالعدل والإسلام لا تدين العدل إن الله يحب المقسطين المقسطين دا شنو؟ أهل العدل ما هو الله في القرآن أمر بالعدل ونهى عن الظلم قالوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ لِلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ والله حرم الظلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أنت كان بتدعو للعدالة وقصدك العدالة الحق الإسلام دا دين العدالة وإلا جماعة هوي دار أقول لكم كلام براحة قال شفت موش النازل بيقول لك الإسلام والحدود وكذي الحدود دي قريب خمسة ولا ستة بسيطة يعني بكلها بسيطة زول زنة بجلدوه ما مزوج عزابي اللي استقدر دا قصاي بجلدوه مزوج موتر دا بجيهو مرة واحدة عرفتك كلامي زول سرق بيقطعوا ليدو زول شرب الخمر برضو عندو حد صح ولا ما صح برضو بجيهوه طيب الحدود زول قذف زول قذفوا في حردو برضو عندو حد الحدود دي جماعة كلها في نائلة منتج تحسبة بسيطة جدا مقارنة ببقية الشريعة والحدود دي كلها عدالة كلها خلي المصرح عدالة ذاته الله يجزيخ خير المصرحة كيف ما عدالة أنا أوريك أنا عندي أختي عمورها تلت طائر سنة خشة اربعتاشر خمستاشر جات ناطة الجامعة ساي كان أنا سلمتا يا خشة الجامعة لما فيها والدبر كشفت كيف يا اسمه سارة قلبه لي سوسو ما خربه وهو اسمه محمد قلبته حمودي إذا أتى أختيدي بتاعت مشاكل عرفتها؟ وطبعا من البيت تسمي الولد حمودي والولد يسمي سارة سوسو خلاص هم بده فتحت بعد إذا صح التعبير معذرة لأهل هم بده ناس برضو ناس نفينها عرفتها كلامي؟ الزول لا جماعة لما في سوسو دي كل يوم بغشة أنا أبوي جاي من المطار وببع في دردوغ ولا بمبي في الملجة وأنا أمي طبعا جاية من لندن وأمو في الدوكة شغلت جائطة وبكضب على البيت وبديها في مكانات وبكسر في التلج في البرد ده لحد ما غشاء فعل بيها أنا بتي وأختي كانت بكر قالبه شنو؟ ثيب وكانت عفيفة قالبه شنو؟ أيوه سيئ شغلو داع دالة سبعة دقائق دايكتين أتيم جغمال وده برضو دارة دي جون شوفت كيف؟ بعد ذاك نمشي الصلاة إن شاء الله وبعد الصلاة جايين نقعدين معاك الليلة للمغرب ولو مصيام بعد المغرب برضو كان في طريقة بنقعد وبعد العيشة والله مستمتعين نلاقي الوجوه دي بعضها نير وبعضها علماني دائر فازلين بنجيه إن شاء الله باهم كلامي أنا أرجع لك تاني أيما أنا أختي دي الزلطة ضيعة ولا ما ضيعة؟ شغلو دا من العدالة؟ الشريعة جاد دارة ترجع لي حقه ولا دارة نجيه ما الزلطة؟ الشريعة دي كونه جلده وتجلده الشريعة دي ظالمة؟ يعني الشريعة لو جاد أي زول لابس منطلون يلقل تحت جلد ساي؟ دا ظلم الشريعة لو أي زول ماشي ساي في الشارع جلده؟ ظلم لكن الشريعة دي ما دخلت فيك انت في الحدود إلا لما انغلطتها وليت دار تغلط وتعمل ساي؟ انت دار البلد تجود ساي؟ دارنا من غير غيره يعني شريعة دي حدودة جاد معالجة لأشياء ياخد ديك لو معاو عشرين جدادة جوا في القفص لو دخلوا ديك تاني بحصل شنو؟ تحصل شغل قريب من هنا غزوة هنا شغل جوا ببقى في صلعة بتبقى وده ديك عنده غيره أنا دار عرضي تشيل ساي ته قروشي نفس الشي وريني حد ما فيه علاج لمشاكل يا جماعة وده العلاجون شنو تودي السجن؟ كملت قروش الدولة مساجين ساي؟ يأكلوا فيه ويشربوا هو سرق يأكلوه هو زل سرق يخدوه في الظل ويأكلوا فيه ويشربوه في السجن وبلاوي ويا جماعة والله الدين ده ما فعدل منه والدين ده جميل جدا حاولوا يشويهوه وعلاقة العبد بربه وبس وكذا العبد بربه لو كان الدين علاقة العبد بربه فقط كان الدين ده ناقص كان يكون ناقص لأنه مشاكل كبيرة ما بيتدخل فيها ما بعالجة مشاكل كتل ما بعالجة مشاكل سكر ما بعالجة مشاكل اقتصابات ما بعالجة ده دين ناقص ولا ما ناقص؟ ده دين ناقص لشكذا الله سبحانه وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث ده أحسن الحديث كتاب الله ده وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ونحن بنديك نصوص شفت كلام الله ده أعظم من أي كلام تجيتنا هنا بقصيدة والولد والبزرة نحن ناقصين بزر وقوم براوة ما شايف النبك ده بقوم براوة قوة ما الله ناقصين ولد نحن وبزر وقال نحن القام وده لنا ربيون والبزرة القام ده دارين ناقل منه ونستفيد تاني فيشون قصيدة وجوطة بعد ذا قال ناس الباستة بلبن وكذا التاس يعني زعل عمنا بالباستة نخليها خلال باستة نخليها في واحدين من ناس نعندهم سكر يعني نخلوه قويسين معاك ديل دار تبقينا زي الصوفية الصوفي بقول ساري الليل للقرض قرش هذا الصوفي دار يأكلنا قرض والعلماني ما عارف دار يأكلنا الصين كيف كلاب كيف هو هو كيف جندب كيف جندب زي جوز الحند بيبره كيف يا زل الله قال يا أيها الرسل كله من الطيبات ناقل لحم وناقل باستة بندوق بوش ابزاته اتقالنا مشهددين اتقالنا مشهددين اتقالنا مشهددين اتقالنا مشهددين يعني حرم عليك تغش البيت باحليك اربعة على المانية كيف وقد اتحاض للمرأة وكيف واحد يقعد معاربة وبكون مجاسفين عشرة بالحرام ولخبة كله وبلبلة والشغل لا شيء اننا معارفين وفي واحدين قالوا في كلام وصلوا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام اساؤله فنحنا جماعة كلامنا بطول دارين نصلي ان شاء الله وبنجي في كتير من الطرق والطواف مدهبة شكلاسي في واحدين هنا بصلعة دارين نردموني ان شاء الله وفي نظريات شيوعية برضو دارين نجيها وفي العلمانية ذاته عندنا تكسيمات لها قريبة اربعة وكثر في ناس بتاعنا اعتقاد كلها طبعا ضال ومنحرفه وإلى آخره وفي ناس مداثرين بيهم يقولوا بنصلي وكذا ومشاكل كثيرة ان شاء الله نصلي ونجي راجعين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم